المقاومة الإسلامية في العراق مسؤولة بشكل واسع حول إدارة كل العمليات ضد الأمريكان كل هذه الخسائر المقاومة الإسلامية وضرباتها ألحقت له طبعا وهذا هو الربع العدد لخسار الأمريكا هذا الجيش الأعظم خرج من العراق مهزوم ولم تتجرأ أمريكا أن تتدخل في أي بلو في حرب سيدنا غالبية لانقتله وتتحمل مسؤوليتهم القاعدة لا هذا الكلام ليس صحيح القاعدة تعرف تفجر في أسواقنا ومدارسنا القاعدة كان مشروع لقتل أبناء الشعب العراقي القاعدة تفجرت الأسواق يعني ما قتله أمريكا تنفيه؟ ولا حتى واحد بالمية القاعدة تفجرت أمريكا تنفيه؟ ترجمة نانسي قنقر